صرخة بريئة من شأنها اسمع من به صمم لمن أراد أن يسمع فالحال هنا في قرية آل ملال في قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار يرثى له بل أكثر من ذلك تشوهات خلقية بالجملة وانتشار مضطرد للأمراض بين سكان هذه القرية خدمات أساسية منعدمة وغذاء شحيح ومياه ملوثة كما يبدو من هذه البركة الوحيدة في القرية وضع الأطفال في قرية آل ملال يلخص الأداء الحكومي الذي يقول السكان إنه فاشل بامتياز وعند السؤال عن أسباب تفاقم التشوهات الخلقية بين أطفال القرية فيجيب مسؤولها بدأت الحالات من 2006 ليش من 2006 لين؟ منطقتنا ضربت عليها الطائرات الأمريكية بالإشعاعات النووية أو الإشعاعات الكيميائية نحو عشرين طفلا على الأقل يعانون من تشوهات خلقية وأمراض عقلية لكن المفارقة هي أن كبار السن يعانون من هذه التشوهات أيضا وبموازاة هذه المعاناة الصحية المتفشية بين السكان يمر المسؤولون الحكوميون على هذه القرية مرور الكرام لسيما في موسم جمع أصوات الناخبين وفي كل حل ما صار لنا قاعد يجونا فحصوا هاي أم بشو وفتروا علينا أم بشو هس الانتخابات راح أراد علينا ملينا نسوي لكم فلان شي ونسوي لكم فلان شي وكل نتيجة ماكو يعني ماكو أنسانية أية لهالمنطقة هذي وشافوا القضية شنهي مثلا كيمياوي مثلا عرفيح مثلا شنه يطون نياه بعدين ما يجون مثلا وعالجوا هالطفال هذي ظلت سكتة ويخشى سكان قرية آل ملال تفاقم حالات التشوه الخلقي بين أطفالهم نتيجة ترد الأوضاع الخدمية والصحية في قريتهم بسبب الإهمال الحكومي التامي لأوضاعهم ترجمة نانسي قنقر